بسم الله الرحمن الرحيم طلبتنا الأعزاء طلبة جامعة الأقصى وطلبة قسم الرياضيات وكلية العلوم ومن يسمعنا في أي مكان من الكليات الأخرى نلتقيكم اليوم في المحاضرة الأولى من مساق كالكولوس وان تفاضل وتكامل واحد قبل أن نبدأ في شبتر وان سنقدم مقدمة تمهيدية للمساق وهي بريلي مانيرز بعض الأساسيات التي تمكن الطالب من فهم هذه المادة وفي هذه المحاضرة الأولى سوف نتكلم عن real numbers and the real line مجموعة الأعداد الحقيقية وخط الأعداد الحقيقي مفهوم الأعداد الحقيقية real numbers are numbers that can be expressed as decimal يعني هذه الأعداد التي تكتب على هيئة كسور عشرية مثلا for example سالب 3-4 ليها معروفة لديكم سالب 75% ككسر عشرية ممكن نكتب يعني أصفار كثيرة إلى اليمين إلى من النهاية أو ما نكتبش نفس العدد تماما مثلا تلت اللي هي بالساوي كما هو واضح أمامكم يعني 0.3 تتكرر إلى ما لا نهاية جذر 2 لو في الآلة الحسبة 1 ضرب جذر 2 سيعطينا اللي هو العدد العشري 1.414213 وسلسة من العداد العشوائية طيب العداد الصحيحة كيف نكتبها as decimal مثلا زي خمسة خمسة بوينت وسلسلة من الأصفار هذا هو مفهوم البسيط للأعداد الحقيقية أيضا الأعداد الحقيقية تمثل هندسيا represented geometrically as points on a number line خط هو أعداد يسمى real line كما هو واضح أمامكم يعني هذا الخط يعني يقسم بوحدات معينة 0.1.2.3 طب أين نمثل أعداد؟ كل واحد في مكانه مثلا التلت معروفة هي يعني التلت المسافة يعني اللي هو من الصفر بين اللي هو الصفر والواحد ناخد تلت المسافة وهكذا باقي العداد العداد الموجبة على يمين الصفر والعداد السالب على يسار الصفر يمثل كل عدد حقيقي على هذا الخط الذي يسمى خط الأعداد real line خط الأعداد الحقيقي مجموعة الأعداد الحقيقية real numbers نكتبها اللي هو بالرمز R اللي هي واضح لديكم R capital بهذا الشكل يعني من الآن فصاعدا هنكتبها بهذا الشكل نعم يمثل مجموعة الأعداد الحقيقية طيب خصائص الأعداد الحقيقية يعني بشكل مبسط يعني كلها مباهيم بسيطة مش هنشعب كثيرا لأنه مرت معاكم في المراحل المدرسية ولكن لا التذكرة properties of real numbers في algebraic properties حيث معروف لديكم أنه العداد الحقيقية ممكن نجمعها ونطرحها ونضربها ونقسم على بعض ما عاد القسمة على صفر يعني added subtracted multiplied added يعني جمع subtracted يعني طرح multiplied يعني ضرب divided يعني من قسم ممنوع القسمة على الصفر except by zero يعني لو أجرينا هذه العمليات مع بعض يعني لو جمعنا عددين حقيقيين أو ضربناهم مع بعض أو طرحناهم مع بعض أو قسمناهم على بعض ما عاد القسمة على صفر بيعطينا أعداد أحقيقية أخرى more real numbers النواتج أعداد حقيقية هذه الجبرايك بروباراتيز الأوردر بروباراتيز خصائص الترتيب في العدد الحقيقي معروف أنه العدد الأصغر في خط الأعداد بيكون على يسار العدد الأكبر زي مثلا اتنين وخمسة اتنين بيكون على يسار الخمسة لكن إذا كانوا هناك عددين متساويين بيكونوا نفس النقطة بياخدوا على خط الأعداد يعني إذا كانت A بالساوي بي فهي تمثل نفس النقطة على خط الأعداد الحقيقي لكن فيه هناك خصائص للإنكولاتيز وهي تتبع خواص الترتيب وهي مفصلة في هذا الجدول summarized in the following table كويس أنه هذه نهتم فيها كثيرا له خصائص الإنكولاتيز في الأعداد الحقيقي إذا كان If A و B و C are real numbers then إذا كانت A أقل من B فلو جمعنا C للطرفين يبقى التباين كما هو إذن هذا معناها implies that أو then يبقى أنها تقول إلى يعني A plus C أقل من B plus C نفس الشيء نمرة اتنين لو كانت A أقل من B لو طرحها من الطرفين C أيضا سيبقى التباين كما هو A minus C أقل من B minus C أيضا نمرة ثلاثة وأربعة لو كانت A أقل من B لو ضربنا بعدد موجب C أكبر من صفر يبقى التباين كما هو حينما تورد الأمور A C يعني تعني ضرب A في C أقل من B في C نتذكر أنه إحنا ضربنا المتباينة الطرفين بعدد حقيقي موجب يبقى التباين كما هو أما نمرة أربعة إذا كانت A أقل من B و C أقل من 0 يعني عدد سالب لو ضربنا المتباينة حنشكل بالتباين يعني حيصير عندنا A أقل من B فبتكون A في C أقل أو أكبر A C أكبر من B في C فهو شكلها بها تماما يعني بمعنى B في C أقل من A في C يعني تذكر أنه A في C أكبر من B في C يعني ممكن نقرأ أهل المتباينة من اليسار أو من اليمين وأيضا صحيح سبيشال كيس يعني لو كانت A أقل من B هنا A و B كمان مرة أي عددين مهما كانوا ليس بالضرورة أن يكونوا موجبين أو سالبين أو صفر المهم يحققوا هذا الأمر زي مثلا سالب 2 أقل من 0 لو ضربنا في سالب فحيكون عندنا اللي هو 2 أكبر من صفر حينما نضرب في minus هذا السبيشال كيس يعني نضرب في minus يعني كمان مرة بشكل عام إذا كانت A أقل من B إذن minus B أقل من minus A وهذا لا يعني إنه minus B و minus B عددين سالبين لأنه A و B بشكل عشوائي يعني هذا بشكل عام لجميع الأعداد الحقيقية طب نمر خمسة ريس بروكل لو كانت A أكبر من صفر يعني عدد موجب فالرس بروكل يعني مقلوب الأي يبقى موجبا نفس الشي لو كانت A أقل من 0 لأن تتبع الأمور السابقة حيكون أيضا الرس بروكل أيضا نيجاتيب أما نمرة ستة If A and B are both positive or both negative يعني إذا كان A و B كلاهما موجبين أو كلاهما سالبين فإذا كان A أقل من B فالرس بروكل يعني المقلوب بيغير للتباين يعني حكون واحد على B أقل من واحد على A بمعنى واحد على A أكبر من واحد على B ما بينفعش إذا كان واحد موجب وواحد سالب يعني خلينا نفصل في بعض الأمور السابقة اللي وردت في الجدول For example لو كانت 2 يعني 2 أقل من 5 لو ضربنا في سالب في minus حيكون سالب 2 أكبر من سالب 5 أيضا سالب 2 أقل من 1 أضرب في minus حيكون 2 أكبر من سالب 1 طيب الرس بروكل نمرة 3 2 أقل من 5 إذن حيكون نص أكبر من 5 واضح طيب سالبين العددين سالب 3 أكبر من سالب 7 إذن المقلوب سالب 2 أقل من سالب 7 هذه بنسبة لخصائص التربيع الترتيب والإنكولاتيز في العداد الحقية أما خاصية الكمبليتنس الروبارتي خاصية اللي هو التكامل في العدد الحقية يعني هناك بتقول يوجد عداد حقيقية كافية there are enough real numbers to complete the real number line يعني كل نقطة على خط الأعداد ممكن ألاقي لها عدد حقيقي يمثلها يعني في الشي hole ولا gap that there are no holes or gaps يعني مترس تماماً يعني فيه هناك correspondence بين العدد الحقيقية والreal line هذا يختلف لمجموعة أخرى لو كانت مثلاً مجموعة الأعداد النسبية ما من لقيها complete on the real line يعني حنلاقي هناك فيه holes في العدد الحقيقي هذا الكلام هو بس فقط لمجموعة الأعداد الحقيقية special subsets of R بعض المجموعات الجزئية الخاصة من الأعداد الحقيقية are the set of natural numbers مجموعة الأعداد الطبيعية وهي الأعداد التي تبدأ لتأخذ النمط 1, 2, 3, 4, 5 إلى ما لا نهاية the set of integers مجموعة الأعداد الصحية الصحيحة ورمزها Z وهي المجموعة الأعداد الموجبة والسالبة والصفر مجموعة الأعداد العدد الصفر زاد أو ناقص واحد زاد أو ناقص اثنين زاد أو ناقص ثلاثة وهكذا إلى ما لا نهاية the set of rational numbers مجموعة الأعداد النسبية وهي بتأخذ النمط رمزها Q A على B حيث A و B تنتمي إلى Z لابد أن يكون عددين صحيحيين ما بنفعش أعداد أخرى يعني منفعش تكون أعداد حقيقية أعداد صحيحة A و B حيث B لا تسوي صفر لأن القسم على صفر يعني لا تجوز ما بيعطيناش عدد A على صفر ما بنفعش تكون عدد هذه هي نمط الأعداد الصحيحة بعض الأمثلة للأعداد أو الأعداد النسبية examples of rational numbers زي مثلا tool سالب أربعة ساعة ممكن نكتبها يعني السالب في البص أو في المقام فقط يعني إشارة واحدة وهي يعني نفس العدد زي مثلا اللي هو 200 على 13 عدد نسبية زي ما تشايف إنه اللي هو البص والمقام أعداد صحيحة طيب العدد مثلا العدد الصحيح 73 كيف يكتب على صورة لو كاسر 73 على واحد وأيضا هو عدد نسبي طيب العدد إنه هو remark العدد النسبية تتمثل أو لها بعض الخصائص خاصيتين حتى نميز العدد النسبية عن مجموعة أخرى حسنميها irrational number كمان شوي الراشن نمبر في في المفقوق العشري تتمثل بخاصيتين إما هو تنتهي ending يعني تنتهي بسلسلة من الأصفار زي مثلا في أرقزامبل 3-4 اللي هي 75% تنتهي لكن ممكن نعمل هنا ما لنهي من الأصفار اللي هي 75% يعني خلص انتهي أو ممكن أي عدد آخر ينتهي بعدد فقط بعدها يكون كله أصفار أو أو تنتهي يعني ب بلوك أو ديجيت تنتهي ending أو بلوك أو ديجيت زي مثلا 3-2 لو إحنا قسمناه بالآلة الحسبة حتعطينا 0-6 متكرر إلى ما لا نهاية 6 تكرر إلى ما لا نهاية هنا هذي يعني صار عندي بلوك من الستات حتى نختصر هذا الأمر نحط 6 فقيها شرطة تعني هنا 6 تكرر إلى اليمين وهذه ميزة للأعداد النسبية طيب مثلا 23 على 11 هي عدد نسبي لو قسمنا بالآلة حسب أيضا حيقضينا 2.09090909 يعني هنا 0-9 تكرر فمنحط لبلوك شرطة فوق 0-9 يعني هنا تكررت إلى ما لا نهاية يعني ممكن نلاقي البلوك 1-number أو 1-digit أو 2-digits أو أكثر من رقمين هذه هي أيضا ميزة ثانية أو الميزة الثانية للأعداد النسبية المجموعة الرابعة هي the set of irrational number إذا كان العدد مش rational حيكون irrational number عدد غير نسبي وهي يعني مش موجودة يعني في الخاصيتين الأعداد اللي هي ميزتها ما بتتمثلش في الخاصيتين السابقتين للأعداد النسبية مثلا الباي لو أنت ضربت بالآل حسبة هتعطي إن هو بالمفكوك العشري 3.14159 بشكل عشوائي بشكل عشوائي لا بتاخد في النهاية أو ما بتاخد زي مثلا الجدر التنين الواضحة أمامكم أو الجدر التكعيبي لخمسة أو ثلاثة للبيز عشرة بهذا الشكل هذي كلها يعني أمثلة لأعداد غير نسبية ريماركس يعني هنا مجموعة العداد الطبيعية نشر النمبر سابسط من زد وزد سابسط من كيو وكيو سابسط من آر مجموعة الأعداد النسبية مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية وكذلك الارشن النمبر لوحديها أيضا سابسط من آر نمرة اتنين النتشور النمبر أو الرشنل نمبر والإرشنل نمبر اتحادهم يعطي كل آر أما تقطعهم بساوي فاي فيش عدد يعني في نفس الوقت رشنل وإرشنل نمبر الانتربالس نأتي الآن لمفهوم الفترة الفترة هي مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية الانتربال is a subset of a real line which contains at least two numbers على الأقل الفترة تحتوي على عددين و يعني ممكن عددين أو أكثر والميزة الأخرى أو يعني على الأقل هي بشكل يعني بشكل خاص أنه الفترة ممكن تحتوي على عددين فقط و contains all the real numbers lying between any two of its elements وأيضا تحتوي على جميع الأعداد الحقيقية الواقعة بين أي عددين أو أي عنصرين من هذه المجموعة يعني قلنا سالب واحد وخمسة موجودين في هذه المجموعة لابد أن تكون جميع الأعداد بين سالب واحد وخمسة واقع في نفس المجموعة إذا فعلا راح ولو عنصر واحد بتكون إنتيربل ما منسميها إنتيربل بعض الأمثلة على الإنتيربل المجموعة اللي هي مكتوبة بالعبارة المصورة كل X تنتمي إلى R بحيث such that قرأة such that X أكبر من 6 على خط الأعداد كل الأعداد اللي هي 6 مش موجودة في قل المجموعة من 6 إلى ما لا نهاية يعتبر إنتيربل وهي تحقق التعريف إذا 6 ب كل X تنتمي إلى R الأعداد المحصورة يعني X أكبر أو ساو minus 2 إلى 1 أيضا إنتيربل كل الأعداد المحصورة من سالب 2 لواحد هنا واحد مش من ضمن المجموعة لما نحط شو ساوي يعني بتكون الواحد مش من ضمن المجموعة هذا أيضا إنتيربل كمان شوية هناخد رسومات الإنتيربل وأنواعها هنوضع أكثر من هذا الأمر طب لو أخذ المجموعة K كل X تنتمي إلى R حيث X لا تساوي الصفر يعني كل الأعداد الحقيقية ما على الصفر يعني هاي كل خط العداد الحقيقي وش لنزيل هل يعتبر إنتيربل هذا لأنه ما بحقق تعريف الإنتيربل لأنه الصفر مفقود في هذه المجموعة طب إيش السبب لو أخذنا مثلا الوسالب واحد واثنين هذول العددين موجودين في K لكن مش كل الأعداد من سالب واحد لاثنين موجودين في K لأنه الصفر مفقود فلذلك هذه يعني لا تعتبر فترة طيب types of intervals هو أنواع الفترات في هناك نوعين بشكل عام في finite intervals والinfinite intervals الفترات المحدودة والفترات الغير محدودة يعني الفترات المحدودة اللي هي بتكون محددة بعدادين اللي هي بتاخد زي مثلا line segment يعني قطعة مستقيمة من خط الأعداد إليها ثلاث أنواع تدرج تحت هذا التعريف الfinite interval لهم open interval close interval والhalf open interval اللي هي احنا منكتبها بهذا الشكل بالأقواس اللي هي مدورة بهذا الشكل أقواس A إلى B ولازم يكون A أقل من B ما بينفع نقوم B إلى A دائما لما نكتب الفترة نكتبها بشكل صحيح العدد الأصغر بيكون إلى اليسار اللي هي احنا منعرفها بالعبارة المصورة كل X تنتمي الأر يعني ممكن احنا بشكل عام لو محطينا كل X يعني شغلنا هكون على الريال numbers كل X تنتمي الأر بحيث نقرأها هذه المتباينة X أكبر من A وأصغر من B وهذه صورتها يعني كل العداد بين A و B لكن A و B مش من ضمن المجموعة لذلك عملنا الأقواس هذه لنضور بهذا الشكل يعني تعني A و B مش من ضمن المجموعة لكن A و B نسميهم boundary points لهذه الفترة اللي هما حدود الفترة ممكن يعني حدود الفترة ممكن يكونوا من ضمن المجموعة اللي هي interval وممكن ما يكونوش من ضمن interval هنا A و B مش من ضمن interval لكن هما حدي الفترة المفتوحة The closed interval نعمل هي الأقواس المربعة بهذا الشكل الفترة المغلقة هنا يعني في الانقواس نحط الشارط اليساوي وهنا من ضلل عند A ومن ضلل عند B تعني أنه boundary points هما A والB موجودين من ضمن الفترة أما الhalf open interval يعني من أحد الجهات بتكون اللي هو موجود العدد والجهة الأخرى مش موجود زي مثلا بهذا الشكل A موجودة من ضمن الفترة وهنا ظللنا عند A لكن عند B مفتوحة تبين أنه B مش من ضمن هذه المجموعة وأيضا توضح بالعبارة نصورة أنه X أكبر أو يساوي وX أقل من B يساوي تعني تعني أنه B مش من ضمن هذا الانتربل أو تاخد الشكل الثاني اللي هو هنا عند A منعمل القوس المربع يعني تعني أنه B من ضمن الانتربل وحطينا يساوي عند B هنا في رسمة اللي هي الفترة ظللنا عند B وخليناها مفتوحة عند A هذه الhalf open انتربل أما الانفينيت انتربلز الفترات الغير محدودة إما بتاخد corresponding to raise at the real mark إما بتاخد شعع أو كل الأعداد الحقيقي اللي هي هتاخد النمط التالي هنكتبها بهذا الشكل مثلا من A ل انفينيتي انفينيتي دائم يكون بشكل الجوس اللي هو المدور لأن الانفينيتي وماينس انفينيتي مش أعداد حقيقية هي عبارة عن رموز تبين انفينيتي يعني إيش بتتخيل عدد حقيقي أو عدد حقيقي كبير في أكبر منه إيش بتتخيل عدد حقيقي صغير سالب انفينيتي أصغر منه فلذلك انفينيتي وماينس انفينيتي are not real numbers اللي احنا نكتب هاد الفترة الغير محدودة انفينيتي انتيرفل كل x تنتمي الار ساتش ذات x أكبر greater than اي أكبر من اي اللي هي تمثل بهذا الشكل شعاع اي مش موجودة من ضمن الفترة كل الاعداد على يمين اي شعاع ينطلق الى ما لنهاية زي مثلا قيمة اي ما هي اصلا زي قلنا لو كانت اي بساوي سالب ثلاثة كل العداد على يمين السالب ثلاثة هتكون من ضمن هذه الفترة لكن لو اغلقنا من عند اي بنعمل القوس المربع عند اي كمان مرة عند الانفينيتي بكون قوس مدور ما بنفعش نكتب انفينيتي و اي لانه دايما عند الكتابة الى اليسار يكون العدد الاصغر لكن الانفين دايما يكون الى اليمين في الفترات اللي احنا منتوه بهذا الشكل اكس اكبر او يساوي شعاع مغلق لانه اي من ضمن هذه الفترة الانفينيتي ابار عن شعاع مغلق ايضا نمر ثلاثة يعني تبدأ من ب وتنطلق الى اليسار الى سالب انفينيتي كما مرى سالب انفينيتي او ايش تخيل اعداد صغيرة الى اليسار بتظل في شعاع يمتد الى ما لا نهاية والكلوز نعمل انغلاق عند ب تعني ب من ضمن الفترة وظللنا عند ب وهذه كلوز ري اما سالب انفينيتي الى انفينيتي وهي تمثل كل الريال كل الريال وهي مجموعة العداد الحقيقية كل الرمز يعني نكتب بهذا الشكل سالب انفينيتي الى انفينيتي وهي تمثل الريال نمبرز كل مجموعة العداد الحقيقية طيب هذا بفيدنا الفترات في حاجة ماسميها حل المتباينات معنى حل المتباينة هي إيجاد مجموعة الحل مجموعة الحل يعني ممكن تعطينا finite set أو infinite set أو ممكن تعطينا فترة أو اتحاد فترتين ممكن تعطينا اتحاد فترتين finite أو infinite وارد هذا الأمر بكل شيء ممكن تعطي one element ممكن تعطي five ممكن تعطي كل real numbers هنأخذ أمثلة على هذا الأمر يعني حل مجموعة المتباينة التالية يعني في الحل هنوضح اللي هي مجموعة الحل وكذلك نرسم مجموعة الحل ونمثلها على خط الأعداد المتباينة 4x زائد 3 أكبر من minus 9 بدنا نبسط حتى نبسط هنستخدم خصائص الأوردرينج يعني أول حاجة هنتخلص من 3 معناته هنا منضيف سالب 3 إلى الطرفين يعني نطرح 3 من الطرفين حينما نطرح 3 3 مانس 3 بسر 0 وهنا هنأخذ هنا مانس 12 يعني 4x أكبر من سالب 12 طب كيف هنتخلص من الأربعة من نقسم على أربعة يعني كأن نضرب في ربع يعني نضرب في عدد موجب يبقى التباين كما هو لما نقسم على أربعة أو منقول من ضرب في ربع يبقى التباين كما هو تتبسط أنه اللي هي x أكبر من ماينس 3 كل الأعداد على يمين سالب 3 اللي هي هتكون مجموعة الحل هي الانفينيت انتيربل من سالب 3 لانفينيت ومفتوها عن سالب 3 الذي تمثل بخط أو بالشعاع التالي سالب 3 وإلى اليمين تنطلق نقول x أكبر يعني كل الأعداد على يمين السالب 3 طيب مثال 2 3x سالب 2 أقل من x زائد 3 فيه عندنا هنا variable لما نلاقي x في المتباينة وهي من متغير واحد نخلي الvariable على ناحية والعداد على الناحية الأخرى فبننخلص هنا من x يعني بأطرح سالب x للطرفين ننخلص من سالب 2 بأجمع 2 للطرفين أي بمعنى من روحنا من ود 2 أو بمعنى ود 2 على الجهة اليمنى بصير بالموجة وx من دي على الجهة اليسرى بـ minus x فبتبسط بهذا الشكل 3x minus x أقل إلى 3 زائد 2 إذن 2x نطرح هنا 2x أقل من 5 كيف نتخلص من 2 لملازق في x نقسم على 2 يعني أو نضر في نص كمان مرة أنا ضربت في نص يعني عدد موجب يبقى التباين كما هو يعني أبسط صورة للمتباينة x less than or equal 5 over 2 يعني 2.5 يعني 5 على 2 يعني معناة كل الأعداد العيسار 2.5 وهنا يساوي بتكون 2.5 من ضمن الفترة وكل الأعداد العيسار بتعطينا يعني من سالب infinity إلى 5 على 2 وهي closed range طيب في المتباينة نمرة 3 سالب x على 3 أقل من 2 x زائد 1 يعني نحن نحل نتخلص أول حاجة من 3 يعني نضرب المتباينة multiply the equality the both sides يعني الجهتين الطرفين الطرفين للمتباينة ب3 لما نضرب في 3 هعطينا نضرب هنا كاملا في اليمين هعطينا نضرب في 3 6x بصير زائد 3 ولما نضرب في 3 تروح 3 يعني هعطينا minus x أقل من 6x زائد 3 طيب هتخلص من 6x هو الطرف اليسار هعطينا minus 6 سالب x minus 6x أقل من 3 من جمع الحدود المتشابهة إذن سالب 7x أقل من 3 نقسم الأنتبه جيدا هنقسم المتباينة على عدد سالب يعني كأني بضرب في minus 7 هيتشكل بالتباين كان أقل من هيصير أكبر من يعني لما أضرب في 7 في سالب 7 هيعطينا x هنا سالب سالب هيعطينا سالب 3 أسباع x أكبر من أكبر يعني كل الأعداد على يمين السالب 3 أسباع السالب 3 أسباع منحددها هي واقعة بين سالب 1 و الصفر أقرب إلى الصفر ومفتوحة عند هذا العدد وتنتهي أو تمتد إلى ما لنهاية إلى اليمين يعني هتكون هي عبارة عن open ray سالب 3 أسباع إلى infinity هذه مجموعة الحل طيب نمر أربعة هذه متباينة مركبة هتقرأ من المنتصف لها 7 زائد 2 أكبر من سالب 5 وأقل أو يساوي 21 أول حاجة هنتخلص من السبعة هروح نطرح سالب 7 من الأطراف الثلاث اللي هيكون بهذا الشكل لما نطرح طب راحة هي السبعة من المنتصف نجمع عطينا سالب 12 أقل من 2 X أقل من 14 لما نجمع الآن هنقسم على 2 وين اللي هو الـ variable إيش في عنا معامل الـ variable بقسم هنقسم على عدد موجب يعني أو بأضرف نص وهو عدد موجب يعني يحافظ على التباين لم أضرف نص يعني أو بنقسم على 2 حاطينا مانا 6 أقل من X أقل أو يساوي 7 يعني الأعداد المحصورة من سالب 6 إلى 7 و7 من ضمنها يعني هنكون بهذا الشكل من سالب 6 مفتوحة إلى 7 هنا مغلقة حاطينا half open interval من سالب 6 إلى 7 هذه هي مجموعة الحل للمتباينة أيضا حتى يعني أنت تعرف أن حلك صحيح تأخذ بعض الأعداد العشوائية من مجموعة الحل وهو الفترة وبتعود في المتباين الأصلية هتلاقي أنه فعلا تحققها فهذه كل المجموعة تحقق الانكولاتي اللي هي بتكون اللي هي حل المتباينة طيب آخر مسألة وهي مسألة مهمة جدا ويردت انتبوه جيدا هذا الأمر كيف نحل لو وكتير طلاب بروح يعني بعمل إجراءات الحل بدون ما يحلل المسألة ويفهمها جيدا لأنه كل مسألة بشكل خاص تحل يعني ممكن هتلاقوه في المسائل أو هنعمل مسائل بشكل مختلف لكن بنفس الفكرة بتنحل ننتبه جيدا ستة على أكبر أو يساوي خمسة طيب إيش نعمل هنا حتى نحلها هل أضرب أنا في أكس ماينس واحد طيب أكس ماينس واحد في وجود أكس يعني فيه طيب نطلع هنا أول حاجة كل اليسار أكبر أو يساوي خمسة خمسة أول شيء عدد موجب يعني لا بد أن يكون الجهة اليسرى أكبر من الجهة اليمنى يعني بنفعش يكون سالب يعني هنا طيب موجب ولما قسم على عدد تحت لا بد أن يكون موجب لا بد أن يكون موجب يعني بنفعش يكون سالب إذا كان سالب معناته لا يحقق المتبينة هيكون عندي فيه سالب وهذا كان خطأ بنفعش يكون أيضا ما زال في المقام قيمة إكس واحد لأنه بكون أندفاين بنفعش يقسم على صفر يعني لا بد أن يكون يعني هنا The above quality can hold if إكس ماينس ون أكبر من زير شرط تماما بنفعش يكون يعني بشكل عام أنه إكس ماينس ون تنتمي إلى R يعني السفنين هنا السالبة والصفر طب هذه نفسها تحقق أو إكس أكبر من واحد يعني هكون حل المتبينة متمركز في هذا الشرط يعني في إكس أكبر من واحد ونحطه في دماغنا أنه إذا إحنا أجرينا الحل لابد نضعه من ضمن هذا الأمر يعني الآن بصير أنه ضمننا أول حاجة الحد إكس ماينس ون موجب يعني أنه بقدر أضرب طرفين متبينة بعدد موجب الذي يحافظ على التبين في ملتبلاي بوث سايدس أو دينكوالتي باي إكس ماينس ون إذن هيصير عنا لما تضرب أنه ستة في خمسة في إكس ماينس ون بصط اليمين خمسة إكس ناقص خمسة طيب إيش نعمل في الخمسة إكس نوديها أول نقول نودي خلي حافظ على الخمسة إكس إلى اليمين المتبينة ودي سالب خمسة إلى اليسار فبصير عنا هنا الخمسة زائد ستة إحدى عش حيطينا إحدى عش أكبر أو يساوي خمسة إكس أو خمسة إكس أقل أو يساوي إحدى عش الآن بيأقسم على عدد موجب وهو الخمسة حيطينا إكس أقل لسدان إحدى عش على خمسة الآن في عنا خطي أعداد الخط الأحمر يمثل حل المتبينة إنه هو إكس أقل أو يساوي 11 على خمسة 11 على خمسة أكبر من اثنين قليلا وإلى اليسار ينطلق إلى اليسار لما لا نهاية لكن فيه شرط بحكمني الخط الأزرج وهو اللي إحنا حكيناه في الأول إنه إكس أكبر من واحد نعمل خط اللي هو فوق منه وهنا مفتوحة بعش يكون إنه واحد لأنه بصير القسمة على الصفر في المتبينة الأصلية ولذلك قلناها مفتوحة وإلى اليمين لأنه أصبح حل المتبينة باللون أحمر موجود لا بد أن يكون موجود في اللون أصغر يعني نعمل عملية تقاطعوا وين بتقاطعوا اللي هيكون من واحد مفتوحة إلى 11 على خمسة إذن هيكون السليوشن ست اس دي هاف أوبن انتربال من ون إلى 11 على خمسة وأيضا اتأكد إنه فعلا لو أنت أخدت أعداد زي مثلا هاي الصفر هل يحقق المتبينة ضع صفر فبصير عندي ستة على سالب ون حيطلين عدد سالب سالب ستة مش أكبر من خمسة وكلام خطأ ولذلك يعني نتبه جيدا إنه الحل حيكون كما يعني حلينا من الفترة المفتوحة من واحد إلى 11 على خمسة يكون هيك إخواني الطلبة الأعزاء إنه نتهينا من المحاضرة الأولى بمادة تفاضل واحد في المقدمة التمهيدية وأيضا هناك استكمال للمقدمة التمهيدية في استكمال للمقدمة التمهيدية وهي القيمة المطلقة الأبسلود فاليو انتظرونا في المحاضرة الثانية أتمنى لكم التوفيق في درستكم الجامعية وكذلك في المادة كالكولاس ون نشكر لكم حسن استماعكم ونتمنى لكم التوفيق كم المرة وكل عام وأنتم بخير ونتمنى لكم السلامة التامة لكم ولأهليكم وذويكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر